شيخ سؤال بالمقترح الجديد بالمقترح التعديل وإلى آخره يعني شنو دوافع دعاة التعديل اليوم احنا نشوف مثلاً اكو سبع دعوات ممكن ان تقيمها المرأة ضد الرجل نعم عنده دعوة وحدة وهذا غير منصف اليوم انا اربي طفل ادفع لي اموال طول عمري في حين اذا اضرب لواحد بالشارع يجون علي وانا لا شايفه ولا قاعد يمه ولا امربي لا اتدخل بأكله وانا اذا اروح اشوفه بالمدرسة السانية الدكتور اخوة بمحامية الاستاذة اذا اروح اشوفه بالمدرسة يعني ابني اردت طمئن علي سلام عليكم اتسوي دعوة خطف لا لا قانون لا لا اكو قرار تميز لا سيشيحنا اكو قرار تميز يعني قصد السو دعوة مخرجنا اذا تجيني بالعلاقة اللي بين الزوجة والزوجة واللي يكون بها اطفال ما يجوز ان تشتكي الزوجة بدعوة الخطف باعتبار انه الاب الاب ولي جبري ولي جبري وهذا الامانة هذا خطأ جدا شائع وموجود عند الكل هيتش معلومة تتعصف لا قد انه الام تمنع عن الاب انه الاب يجي ويحضر ويتابع ويسأل تقدر لا لا اكو قرار تميزي استاذ اكو قرار اكو قرار سمح وتعمم عند وزاة التربية سمح للاب انه يجي يشاهد اولاده بالمدرسة بل ويتابع مستواهم الدراسي ويسأل عنهم يعني انا قدم طلب حتى تابع ابني ما تقدم طلب يا ابو يا انت تروح للمدرسة بس هالحالة صارت بهواية مدارس اهلية وحكومية ونتيجتها الدخلة المجارة لانه كانت فكرة خاطئة